بسم الله الرحمن الرحيم قبل بضع سنين سافرت إلى تونس الخضراء ذلك البلد الجميل وأودعت فيه شيئا من مشاهداتي وتاريخ هذا البلد في برنامج موجود على اليوتيوب بعنوان وتبقى تونس خضراء وستجدونه أيضا إن شاء الله تعالى في كتاب لي في الرحلات أما هنا فهو إيراد مختصر لمشاهداتي بعنوان من القيروان إلى القيروان القيروان الأولى هي منطقة سكني في الكويت والقيروان الثانية هي المدينة التونسية يشكل العرب ما يقرم من خمس وتسعين أو سبع وتسعين بالمئة دخلوا بلاد تونس بعد الفتح الإسلامي وهم من قريش وغطفان وهوازن وبني سليم وبني هلال وهناك جماعة من الأمازيغ كما أنه يوجد في تونس بعض الذين هاجروا من بلاد الأندلس بعد سقوطها ويكثرون في بنزرت والحمامات وتستر ولهم في بنزرت أحياء مشهورة مثل حي الأندلس وحي غرناطة وما زال الأندلسيون محافظين على عاداتهم وتقاريدهم الأندلسية على سبيل المثال هناك البيوت المطلية باللون الأبيض والشبابيك المطلية باللون الأزرق كما أنه في بعض المساجد تجد أن فناء المسجد يوجد فيه أشجار البرتقال وهي عادة أندلسية لطرد الحشرات من المساجد يوجد في تونس أيضا جماعة من اليهود وقد كانوا قبل سنة 1948 أكثر من 200 ألف يهودي تونسي هاجروا إلى تونس في أيام بخت نصر قبل الميلاد ومنهم من هاجر بعد سقوط الأندلس لأن محاكم التفتيش في الأندلس كانت على المسلمين وعلى اليهود ثم بعد سنة 1948 صار عددهم ما يقرؤ من 3000 وقد رحلت إلى حي أو حومة الرياض في جزيرة جربة حيث يوجد كينست الغريبة أو الغريبة أقدم كينست يهودي في بلاد إفريقيا وتوجد فيه ثاني أقدم نسخة في التوراة وهناك طقوس وعادات وتقاليد اليهود في تونس وهم جزء من المنظومة التونسية وقد مثلوا تونس في العديد من المناصب الكبيرة في تونس كما أنهم لما هاجروا إلى دولة الكيان الصيوني صار لهم حضور سياسي مشهور الأصل في اللهجة التونسية أنها مستمدة من اللغة العربية بطبيعة البلاد مع تحريف موجود في بعض كلماتها كعادة اللهجات العربية إلا أن اللغة الفرنسية حاضرة بقوة واستغربت أن بعض التونسيين يستخضروا الكلمة الفرنسية ولا يعرف مثيلتها العربية عارض علماء تونس معاهدة الاستقلال بين الرئيس السابق بورقيبة مع الاحتلال الفرنسي ولذلك لما تولى الرئيس السابق بورقيبة عطل دروس الجامع الزيتونة كما أنه صادر الأوقاف وأممها وكان يرى الوقف رجعية قال الحاكم الفرنسي لما دخل تونس وجدت عشرين ألف مدفع في وجهي يشير إلى عشرين ألف طالب علم في جامع الزيتونة قال العلامة شكيب أرسلان جامع الأزهر والجامع الأموي وجامع الزيتونة وجامع القرويين حصون الدفاع عن اللغة العربية مع حبي للشعوب العربية إلا أني أرى الشعب التونسي أكثر الشعوب عناية بالعلم كان الرجل يبيع داره وأرضه ليتعلم ابنه إشارة إلى وجود الفساد في تونس يقول بعض الناس هناك متهكمين يصنعون الدبابة ليقتلوا الذبابة للتونسيين طريقتهم الخاصة في حساب الأموال فهم لا يقولون مثلا ألف دينار وهي عملة تونس وإنما يقولون مليون يعني مليون مليم أراد وزير أن يتزلف للرئيس التونسي السابق الحبيب بورغيبة فقال له يا سيادة الرئيس وجدنا حذائك العسكري الآخر الذي فقدته في الصحراء أيام الثورة فقال اترك الوزارة وابحث عن الحذاء الآخر في أيام الرئيس التونسي السابق بن علي كان الرجل لا يستطيع أن يكتب اسمه كاسم عائلة الرئيس بن علي وإنما يدمج بينهما بن علي رأيت صورة لطيفة في بعض المدرجات الرياضية في تونس لمرأة تونسية تبلغ من العمر تسعين سنة اسمها بهيجة تتعصب لناديها بن زرت يقال لم تتزوج تعصبا للنادي حتى لا يشغلها الزواج عن تشجيع ناديها المفضل قرطاج هي المدينة التونسية القديمة مكونة من جنزعين قاردشت بمعنى المدينة الجديدة وليس لها اليوم إلا الأطلال الباقية تونس العاصمة بنيت قبل الإسلام وأعيد بناؤها بعد الفتح الإسلامي إما أن تكون الكلمة أمازيغية بمعنى المرحلة أو عربية من الأنس بنى القائد حسان بن النعمان في سنة 78 من الهجرة جامع الزيتونة وسمي بهذا الاسم لكونه بني بجانب شجرة زيتون تصلى صلاة الظهر في جامع الزيتونة مرتين الأولى صلاة الأداء في أول الوقت ينادى عليها بالأذان والثانية في آخر الوقت لمن تخلف وينادى عليها بحضرة الصلاة يؤذن الأذان في جامع الزيتونة في أعلى الصومة يعني المنارة بلا مكبر صوت وحتى الصلاة يؤديها الإمام بلا مكبر صوت فإذا كبر الناس خلفه بصوت عال من أبواب مدينة تونس العتيقة الشهيرة باب السويقة من السويقة بمعنى الساقية إشارة إلى الميدان ميدان الساقية وقد أزيل هذا الباب في سنة 1881 هاجرت أسرة العلامة بن خلدون من الأندلس بعد سقوطها إلى تونس وولد في تونس وداره معروفة إلى يومنا هذا وقد ذهب إلى القاهرة واستقر فيها وتوفي في سنة 808 من الهجرة فهو يماني أندلسي تونسي قاهري من أجمل المدن التونسية وتونس كلها جميلة مدينة الحمامات سميت بذلك نسبة إلى الحمامات الرومانية وهي مدينة لها إطلالة بهرية وتكثر فيها أنواع الزهور كزهور الفل والياسمين تأسست مدينة المهدية التونسية في سنة 303 من الهجرة وقد كانت عاصمة الدولة العبيدية قبل انتقالهم إلى مصر وفيها مصنع للأسلحة ويكثر فيها صيد الساردين السمك الصغير فيصاد ليلا بالإضاءة مدينة المنستير التونسية والمنستير كلمة اللاتينية بمعنى الدير هي مسقط رأس الرئيس التونسي السابق الحبيب بورغيبة وقد عمر المدينة في حياته وله فيها قصر ما زال موجودا إلى يومنا هذا أمر بعض عماله بأن يحفر له قبرا ليدفن فيه بعد وفاته فلما حفروا القبر قالوا له يا سيادة الرئيس قبرك جاهز توفي الصحابي الشهير أبو زمعة البلوي رضي الله عنه أثناء فتوحات تونس بالقرب من القيروان في مدينة جلولة وقبره مشهور فيها وقد بنى العثمانيون على قبره مسجداً وبجانبه مدرسة رأيت مؤذن جامع القيروان في تونس يؤذن بأذان أبي محذورة يكرر الشهادتين يخفض بأحده مع صوته ويرفع بالأخرى بعد فراغ مؤذن الجمعة من أذانه قال بصوت عال ملحن من قال أنصت والإمام يخطب فقد لغى ثم كرر مرتين أنصتوا رحمكم الله الجوامع في القيروان تختلف في وقت أداء صلاة الجمعة فمن هم من يصليها في أول الوقت أو وسطه أو آخره فجامع عقبة على سبيل المثال يصلي في آخر الوقت ثم بعد ذلك يجلسون يسبحون تسبيحاً جماعياً فيدخل وقت العصر فيصلونها جماعة يوجد في القيروان قبر عبد الرحمن اليحصبي أحد الذين أرسلهم عمر بن عبد العزيز لتعليم الناس القرآن في تونس في سنة مئة من الهجرة بنى جامع القيروان القائد عقبة بن نافع لكن ليس لبنائه أثر اليوم البناء الموجود اليوم يرجع إلى القرن الثاني في عهد الأغاربة مزولة جامع عقبة موضوعة في فناء الجامع لمعرفة أوقات الصلاة لم يبق من القديم إلا الرسم الموجود حديث وضع أهل القيروان قديماً بركاً لتخزين المياه تسمى بالفقسيات وتعد من معالم القيروان التاريخية من زار تونس ولم يزور بن زرت فما زار تونس من أجمل المدن التي رأيتها في حياتي وأهلها أهل علم وثقافة وعقل وجمال وأدن الطريق المؤدي إليها يوجد فيه جسر يفتح مرتين في اليوم صباحاً ومساءً بني على نفقة الكويت في سنة 1962 من الميلاد هذا موجز مشاهداتي في الرحلة التونسية من القيروان إلى القيروان فكل الحب والتقدير والشكر لأهل تونس الذين فتحوا لنا قلوبهم ودارهم وأخص بالذكر منهم أخاً عزيزاً عزب عن اسمه ورقمه وهو ابن الوزير السابق المنصف بن سالم رحمه الله الذي يعد من مشاهير رجال تونس فأقرؤوه مني السلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر